موسيقى خلينا نشوف في الصورة اللي قدامكو ديت آخر تحديث لفيروس كورونا الجديد اللي هو اسمه حاليا بقى كوفيد 19 قبل كده قلنا الاسم ده جنين كو من كورونا وفي من فيروس وديف من كلمة ديزيز مرض و19 لأنه حصل سنة 2019 إذا أنتم شايفين كده في الصورة هنا عدد الإصابات كلها 81133 النهاردة هذا التحديث كان النهاردة الساعة 5 يعني 26 فبرار 5 المغرب عدد الإصابات 81133 81133 زيادة كبيرة أو على مستوى العالم عدد الوفيات 2765 الشيء كويس إن فيه 30 ألف أكتر من 30 ألف خفه تماما بعدما كانوا مصابين يعني لو بصنا اللي هي أكتر من حوالي 35% منهم خفه لأنه هو نسبة الوفاء لحد الآن ما بتتجاوز 2% القيمة دي قايمة أكتر 10 دول فيها إصابات طبعا الصين اللي هي بؤرة الفيروس حيث ظهر الفيروس في مدينة وهان في خوبي في مقاطعة خوبي في الصين فيها حاليا 78 ألف أربعة وستين إصابة و2715 حالة وفاء يعني أكتر من 95% من الحالات موجودة في الصين بعدها على طول كوريا الجنوبية تاني واحدة كوريا الجنوبية فيها إصابات 1261 وعدد وفيات 11 تعتبر كوريا الجنوبية أكتر دولة فيها عدد إصابات بعد الصين خارج الصين يعني أكتر دولة خارج حدود الصين فيها عدد إصابات السفينة إياها حول الله بتاعة Diamond Princess الناس رحين يتفسحوا الناس طبعا هاي لايف ورحين يتفسحوا ابتلاهم الفيروس ستمية ستمية واحد وتسعين إصابة أربع وفيات إيطاليا إيطاليا تيجي تاني واحدة بعد ساوس كوريا بعد كوريا الجنوبية تيجي إيطاليا تلتمية تلاتة وعشرين إصابة 11 حالة وفاء بعدها اليابان 171 إصابة واثنين حالة وفاء وبعدين إيران إيران دي طبعا تهمنا جدا هي وإيطاليا لأنها على الحدود إيران على الحدود أكتر من إيطاليا إيطاليا طبعا تهمنا تهم دول البحر الأبيض المتوسط وإيران تهم دول الخليج والعراق وتركيا لأنها متخمة الحدود والناس بتتحرك بسهولة ما بين البلاد دي الإيران وصلت فيها عدد الإصابات 95 والوفيات 16 حالة يعني عدد الوفيات في إيران حوالي 17% دي طبعا نسبة عالية يا ترى ديت عشان عدم الإمكانيات الطبية عندهم ولا إيه بالظبط يعني لو رجعنا لكوريا الجنوبية 1261 حالة 11 حالة وفاء يعني يمكن 1% أو أقل لكن إيران نسبة الوفيات عالية بصراحة وده شيء مخيف ولذلك تركيا بدأت تاخد احتياطاتها ووزير الصحة التركي النهاردة من شوية قال والله الفيروس بقى على الأبواب وهذه الأرقام اللي أصدقوا خلت منظمة الصحة العالمية تقول إن هي على وشك إنهم على وشك يعلنوا حالة البانديميك يعني وباء عالمي بعد إيران سنجابور 91 حالة وما فيش حالة وفاء هونج كونج 89 حالة و2 وفاء يعني في حدود الأقل من 2% يونيتد ستتس 57 حالة 0 وفاء تايلاند 40 حالة 0 وفاء نعمل مقارنة كده مع تقرير مبارح كانت الصين 77,666 النهاردة 78,000 يعني زادت حوالي 1,500 أو أقل كوريا الجنوبية كانت 900 أقل من 1,000 النهاردة 1,261 دايموند برانسيس كانت 691 حالة ما زادش فيها حاجة زم هاي إيطاليا 322 زادت حالة واحدة اليابان 161 زادت 10 حالات إيران 95 حالة نفس الحالات الإصابة سنجابور 91 حالة برضو ما تغيريتش هونج كونج 85 حالة زادوا أربعة بقى 89 الولايات المتحدة أمريكا 75 حالة زي ما هي دوة كده آخر تحديث لوضع فيروس كورونا الجديد حتى يوم 26 فبراير 2020 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر